هذا البيان للجنة الاتقال واستعادة المؤسسات وبالتالي نحن ندعو كل المجتمع المحلي والمجتمعات الدولية لمعرفة أن السيد علي بونغو هو مع عائلته ومع مساعدته المقربين منه تحت الإقابة الجبرية وأسماء الأشخاص التاليين هم عتقلوا لخيانة المؤسسات الحكومية وبتهمة أيضا اختلاس الأموال بالإضافة إلى عدم استخدام الأموال الدولية المقدمة لنا بطريقة صحيحة بالإضافة إلى تزوير توقيع الرئيس الجمهورية فضلا عن الفساد المستشري والإتجار بالمخدرات ويتعلق الأمر بالأشخاص التاليين نور الدين بونغو بالانتين يان جيسلين غولو محمد علي ساليو عبد الحسني جيسي إلا إيكوغا جيسي إلا إيكوغا ستيف نزيكو جيكو ستيف نزيكو جيكو سيرياك نفوران جامي سيرياك نفوران جامي وسنبدأ بتحقيقات من قبل السلطات المعنية وبعد ذلك سيرد كل هؤلاء الأشخاص على التهم الموجهة إليهم الشعب الجابوني حان الوقت الآن لتوصل إلى الاتداء الذي سنحصل عليه والذي وعلى أمل أن نصل على بركة كل من الله وأسلافنا الولاء لهذه الدولة شكرا لإصغائكم